يتكون المعيار الإنساني الأساسي حول الجودة والمسائلة من تسعة التزامات يمكن للمنظمات والأشخاص العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية تطبيقها لتحسين جودة وفاعلية العون الذي يقدمونه ويمكن هذا المعيار المسائلة الأكبر للأشخاص والمجتمعات المتضررة فمعرفة ما التزمت به المنظمات الإنسانية يمكنهم من وضعها قيد المسائلة يجمع تحالف المعيار الإنساني الأساسي والذي تأسس في 2015 أكثر من عقدين من الخبرات في تحسين الجودة والمسائلة والإدارة في القطاع الإنساني ويمكن قياس المعيار الإنساني الأساسي أي أنه يمكن للمنظمات أن تقيم بموضوعية تطبيقها له من خلال خطة التحقق ويقوم التحالف بإدارة هذه الخطة يمكن للمنظمات التي تريد أن تقيم درجة امتثالها بالمعيار الإنساني الأساسي الاختيار من بين أربعة خيارات ضمن خطة التحقق التقييم الذاتي، استعراض الأقران، التحقق المستقل، والتصديق جميعها تقدم معلومات قيمة حول قوة المنظمة في تطبيق المعيار الإنساني الأساسي ومجالات التحسين يأخذ كل خيار في الاعتبار السياسات والإجراءات، الممارسات والنتائج جميع الخيارات مفتوحة لأعضاء التحالف وغير الأعضاء التقييم الذاتي هو أسهل طريقة للحصول على فكرة عن الدرجة التي طبقت بها منظمتك للمعيار الإنساني الأساسي وضع التحالف أداء للتقييم الذاتي لتستخدمها منظمتك في تقييم سياساتها وعمليتها والتحدث إلى الموظفين والشركاء والناس والمجتمعات التي تعمل معها المنظمة لتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم تقوم منظمتك بوضع خطة التحسين وتعيد تقييم التقدم بعد عامين من التقييم الذاتي الأولي على جميع أعضاء التحالف القيام بالتقييم في غدون سنتين من انضمامهم استعراض الأقران يشبه التقييم الذاتي إلا أنك تقوم بدعوة منظمة أخرى من الأقران في القطاع لإجراء التقييم الذاتي مع منظمتك ويعطي هذا وجهة نظر خارجية يمكنها أحياناً التعرف على قضايا قد لا تراها بنفسك كما تشجع التعلم من خلال تبادل الخبرات والمناهج المختلفة استعراض الأقران هو وسيلة معترف بها للوفاء بالتزام عضوية التحالف بإجراء التقييم الذاتي يقوم التحالف بإدارة عملية استعراض الأقران ويحدث خلال دورة عامين يجرى التحقق المستقل من قبل مدقق مستقل مدرب ومعتمد يقوم المدقق بجمع المعلومات من أجل القيام بتحليل شامل لطلب المنظمة للمعيار الإنساني الأساسي التحقق المستقل هو وسيلة معترف بها لالتزام عضوية التحالف بإجراء التقييم الذاتي ومبني على دورة من أربع سنوات تتضمن التطقيق في التقدم في منتصف المدة التصديق هو للمنظمات التي تريد إثبات امتثالها مع جميع متطلبات المعيار الإنساني الأساسي يستند التصديق على نفس عملية التحقق المستقل ولكنه يقيم الامتثال الفعلي للمنظمة بالمعيار الإنساني الأساسي وهو اختبار نجاح أو فشل في الامتثال بالمعيار الإنساني الأساسي بالرغم من وجود بعض المرونة تطلق الناجحة منها شهادة صالحة لمدة أربع سنوات تفيد بالتصديق على المعيار الإنساني الأساسي كلا التحقق المستقل والتصديق يعقدان خلال دورة مدتها أربع سنوات ويقدمهما مدقق خارجي إن اختيار إجراء أي من خيارات التحقق هذه يعطيك وزملائك ومنظمتك ككل أساساً متيناً للتعلم والتحسين وتعزيز القدرات من خلال التقييم المستمر لتقدمنا في تطبيق المعيار الإنساني الأساسي يمكننا أن نضمن بأن الناس والمجتمعات المتضررة من الأزمة في صميم ما نقوم به إذا كانت مؤسستك مهتمة بمعرفة المزيد عن الخيارات المختلفة في عملية التحقق يرجى الاتصال بتحالف المعيار الإنساني الأساسي ترجمة نانسي قنقر